السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم برنامج تنكر كاتف اللي هنعمل الدوائر الكهربائية. طبعا ممكن نستخدم حاجات زي الاوردينو. ودي بتبقى لوح مكتوحة المصدر وسهلة جدا في الاستخدام. ومعمولة بحيث ان انت بتعمل اختراعات كتيرة جدا فيها. هنممكن نعملها بالبرنامج دوت ونضرب تصميم. وبعد كده لو هنحبين نبدأ ان ننفذ الحاجات دي على الاوردينو. دلوقتي هقول له انا عايز اعمل سيركت بسطة خالص. نفهم الفكرة بس. ده الجزء دوت اللي هو مساحة العمل اللي هو في النص. وهنا بتلاقي الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها. ولياكم مسلا هبدأ اقول له انا عايز ديت الخلية ديت البطارية. هيد. وتقدر تديها اي اسم تعايزه. وبعد كده هقول له انا عايز ليد. اللي هي اللمبة الصغرية. وتقدر تعمل لها ميرر زي ما انت عايز. الشكل دوت. لو انت حابب. وهقول له مسلا عايز اوصل من هنا لهنا. الشكل دوت. وعايز اوصل من هنا لهنا. وتقدر تديره اي لون. ولياكم مسلا ريد. الشكل دوت. طيب وبعد كده ممكن تقول له ستارت هيبدأ ينور. بس بيقول لي لأ محتاج ان انت تحط مقاومة. فاقول له ماشي ان احط المقاومة هيت. الغلية. وهبدأ اوصل المقاومة. هيت. لو ما شغلتشي لو انت وصلت التوصيلة في الاول ما شغلتشي. في مادة محتاج تتغير التواصلات تحتك. بس يعني بدل ما وصلتها هنا اتوصلها هنا. طيب. هقول له وصل ليد. طيب. خلينا نبدأ انشغل. بدأت تنور هيت. طيب. خليني اجي هنا. واقول له. لأ ده انا عايزها. بالشكل دوت. صبعا مش تبقى واحدة. تبقى. مية بدأت تنور هيت. تمام. خلينا مسلا نقول له خمسين. هتلاقي اللي ده اختلفت. موقع اثنين تقول له مسلا ده اتخليها مسلا متين. مش شكل دوت. فاتنور. طيب. انا عايزة بفيها تحكم اكتر. فحطوا هنا مسلا زرار. اهوت. وهالغذية. واقول له وصل لي بين دي و دي. وصل بين دي و دي. اهيت. وهو اللي اشغل. لازم اجي هنا. وتسعر الضرار. فاللي تبدأ تنور. طيب. اه دلوقتي ممكن اقول له انا عايزة شوف كود. فلو فيه كود هيبدأ يظهر معي هنا. تمام. هنبدأ نشوف الاكواد بعد كده. وازاي نبرمج حاجة زي كده. ممكن تقول له انا عايزة اعمل اكسي بورد. فهيقول لك هتتصدر على امتداد اللي هو ايجال. اللي هو البرد. بتاع البورد. ممكن تقول له انا عايزة اعمل. اشوف ايه المكونات اللي احنا استخدناها. لو انا عايزة اعمل الدايرة دي انا محتاج ايه. فانت تحتاج بطارية وتحتاج ليد وتحتاج مكاومة. سيستر وتحتاج بوش بوتون الزرار. تقدر تعمل دون لود لالجدول دوت. لتفتحه على الاكسي اللي بعد كده. تقدر تعمل مشاركة للملف دوت. وتعزم اصدقاء لك ان هم تشاركوا معك الملف دوت. هم بتقول لك الاتنيون. تقدر تحط مثلا زي كومنت. نلحوظة من الحاجة مثلا. هيا. اكتب الملحوظة بتحتك وليكن مثلا بوش هير. تعم فالناس تعرف ان انت ايه مكونات تدوس هيا. الزرار بس يعلق شوية. فاول ما تعمل ستارت. الراجل هيكرا الكلام. فايد ايه دوس. با اللمبات نارو شكو دخص.